فكرة الصدمة في الموضوع ويمكن هو ده اللي بيخوف أو هو ده اللي بيخد أكتر لأنه أحيانا بتكون الصدمة أقوى من البني آدم نفسه تحديدا لو ما فيش مقدمات زي مثلا مرض تعب فتقولي الحمد لله أنو ترحم أو يعني حاجات شبه كده الصدمة على بني آدم بتختلف من بني آدم للتاني هل ذكرتي ده في روايتك قلتي ده إزاي عبرتي عنه إزاي كلمتي إزاي عن فكرة الصدمة بشكل عام ناس بتتصدم بشكل وناس بتتصدم بشكل تاني خالص أنا كنت في الرواية رغم أن أنا والدي عانا بعض الوقت في المستشفيات لكن أنا خليت أن لازم المشاعر تبقى حادة جدا فما ينفعش أن أنا أدي مقدمات أن الأب كان عيان أنا كان لازم أن أجيب الوقت ده فجائي نهاية كانت لسه فاكرية لما كانت بتفطر معايا ولما كانت بتعمله الشاي والحاجات دي كلها نهاية تفتكرها فجأة وأنه تحس أنه انتزع منهم فجأة ده اللي بيحفز نوعا ما شعور الصدمة ده اللي بيخليها أن هي مش قادرة تتقبلها وما كانش فيه أي تمهيد للفراء ده فعشان كده هي بتعزل نفسها في الدولة أوكي وفكرة الصدمة بقى رد الفعل أنا عايزة فكرة رد الفعل رد الفعل بتاع الصدمة إن فيه ناس زي ما قلت مثلا في المقدمة بتحاول طبعا تستقوى بربنا وبتحاول بالإيمان وبتحاول أن هي تصبر نفسها وبتحاول حاجات كتير من الناس كتير دنيتها بتقف مكان ما وقفت الدنيا عندها في الوقت اللي فقدت فيه العزيز ده أنت مع أن ونوع من الصدمة وشايفة إزاي تخطي الصدمة وإنت شخصيا ككاتبة وكواحدة كتب بتاع قصة حقيقة مرت بيها تخطيتي صدمتك إزاي بالنسبة للبطلة هي يعتبر ابتدت تخرج مشاعر الصدمة دي في إن هي ابتدت تتكلم مع السلحفة بتاعتها بتاعت طفولتها هي المفروض وهي صغيرة كانت والدتها جايبة لها سلحفة فهي كانت دايما بتتخيل إن السلحفة دي بتتكلم معها فلما حصلت الصدمة دي هي وهي قاعدة في الدولاب اكتشفت إن السلحفة طلعت في الدولاب فهي قفلت على نفسها وعلى السلحفة فابتدت تحس إن كإن السلحفة تاني بترجع تكلمها هو أنا بقى لي كتير ما تكلمتش معاك طب بقى أنت ما تكلمتش معايا من ساعة لما بقيت في عدادة مثلا أيوة علشان أنت كنت كبرتي خلاص ما بقيتش عايزة تتكلم معايا تاني فبنبدأ نلاقي الحوار بينها وبين السلحفة نوعا ما بيحاول يسألها عن حياتها عن مشاعر والدها وعن الحاجات دي كلها فنوعا ما ده اللي بيخليها أو اللي خليها تتخطى شوية الصدمة وكسر كمان الجو الحزين للرواية لأن معظم الحوار بينها وبين السلحفة كان كمدي فده اللي نوعا ما أنا ما كنتش حابة أن المشاعر الحزن هي اللي تكون غلبة على الموضوع بظفت طب أنت من وجهة نظرك دلوقتي يا دوحة أنت الرواية بتاعتك تصنى فيها أدب إيه يعني اللي بتكلم من السلحفة والسلحفة بترد عليها دي مثلا مع إحساس الفاقد يعني فيه تنوع لحد ما في المشاعر يعني إما بقرة مثلا رواية تتكلم عن البطلة اللي فقدت والدها ففي حالة حزن ففي مشاعر ففي أحساس كلنا مرنا بيها وكلنا ممكن نمر بيها زي ما أنت قلت أحساس حقيقية جدا أحساس مؤلمة جدا والناحية التانية واحدة بتكلم من السلحفة والسلحفة بترد عليها ففيه برضو قدر من الفنتازيا كنتي أصدى بإيه دا كنت تقصدي إيه؟ هو ده نوع من الأدب أنا بحبه جدا من زمان وده أكتر نوع من الأدب أنا بحب أقرأه اللي هو شبه الواقعية السحرية أنا بحب أقرأة الواقعية السحرية اللي هي بتبقى عادي وقعية بس دايما بيبقى فيه جزء أسطوري أو شيء ما زي الفنتازيا بيكسر القلب الواقعي بس الروايات الواقعية السحرية لازم بتكون أيمة على أسطورة من أمريكا اللاتينية لما ما بتبقاش أيمة على أسطورة من أمريكا اللاتينية دي بيسمى أدب ما بعد الحداثة واللي مشهور به طبعا كاتب ياباني كلنا عارفينه هاري كميركامي فهو دايما بيكتب بالنوع الأدب ده ودايما تلاقي إن في رواياته قط بيتكلم حد عنده ست سابع رجل عنده فروض فروض فأنا بحب قوي النوع ده وبحس إن هو يعني أنا طول الوقت أنا وأنا بقرأ الأعمال بتاعته أنا ما بحسش إن فيه أي غربة في إن قط بيتكلم فأنا ده اللي كان نفسي فيه إن أنا لما عامل رواية إن فيها سلحيفة بتتكلم الناس ما تحسش بأي غربة في الرواية دي ونهاية قرأها عادي متقبلة إن سلحيفة بتتكلم